السلام عليكم ورحمة الله. بالنسبة للديسكشن اليونت السادس مطلوب منه ثلاث اشياء او ثلاث اقصام شكل عام. القسم الاول مطلوب منه نشرح الفرق بين الوبجيك والفاليو باستخدام مصطلحين الاكويبلنت والايدنتيكال. بالاضافة بدنا نحط مثال نوضح الفرق بيناتهم باستخدام الليست والاوبريتور از. طيب. هلا اول شي بدنا نعرف شو الفرق بين الوبجيك والفاليو. الوبجيك تحتوي على نوع تحتوي على فاليو تحتوي على ايدنتيتي وبيحسن اي متغير يشير لها. تمام? عندها نوع عندها قيمة عندها هوية وبيحسن اي متغير يشير لالها. اما بالنسبة للفاليو فهي عبارة عن قيمة ترتبط بمتغير فقط. مثال عنا اي يساوي خمسة. بتحسن ان تقولوا الاي هو المتغير اللي عم يشير للوبجيك اللي بتضمن المتغير والنوع والقيمة. وبنحسن نعرف هوية الوبجيك من خلال اي دي اي. ويوم بنحط المتغير اي لنا نشوف شو. الان احنا بنا نشرح بيناتهم بالمصطلحين الاكويبلنت والايدنتيكال. الاكويبلنت بشكل عام بنشير له بالبيثون يساوي يساوي. الشي الاول مماثل للشي الثاني. اما الايدنتيكال بنشير له بالبيثون بايز. يعني الشي الاول يطابق الشي الثاني. عنا مثال مثلا مثال بالواقع. في شخصين كل واحد حامل كاسة فيها عصير تفاح. هلا الكاستين هدول متماثلين بالمحتوى. الاتنين فيهم عصير تفاح. ولكن مو متطابقين. اذا شخص الاول شرب من كاسة التفاح الكاسة التاني ما لح تنقص. اذا شخص الاول زاد على الكاسة تبعوا. الكاسة التانية ما لح تزيد. فهنا مو متطابقين. هنه مو نفس الكاسة. هنه كل شيء على حدا شيئين مختلفين ولكن متماثلين بالمحتوى. هذا بشكل عام مفهوم الايدنتيكال. لما نجي للبيثون والأوبجيكت. الأوبجيكت نقسم لقسمين. ميوتابل وميوتابل. طيب. احنا احكى الآن على الميوتابل. الميوتابل يمكن يكون انتجر. يمكن يكون يعني عدد صحيح او نص. نحط مثال نساوي الدالة. تمام? نحط اي يساوي خمسة بي يساوي خمسة. هلأ هذا مثال عن الميوتابل خصواني. خلينا اكتب فيه ميوتابل مشان نعرف برق. تمام? بنقول له هون اي مماثلة بي. نكمل على الكود نحط اي يعني اي يطابق بي. نساوي they are identical. بعد نساوي they are not identical. فبشكل عام هون لح اول شي حيشوف اذا اي مماثل لبي يعطينا يعني مماثلين لبعض. اذا لا بان لا ممتماثل. وبنفس الشي اذا متطابقين باننا اذا متطابقين و اذا لا باننا ممتطابقين. طيب هلأ بنناديها. ممتاز. هلأ متنم ملاحظين اننا هن الاثنين. متماثلين. وكمان متطابقين. ليش? بشكل عام هو عبارة عن اه متما بنقول متغير. او خلينا نقول متغير. خلينا نقول متحول. يعني بشكل عام. هلأ لو شفنا هوية الاي وهوية البي. لح نلاقيهم متطابقين. تحديدا اذا كانوا بيشاركوا العدد الصحيح او القيمة. بنخلينا نقول القيمة نفسها. ان كانت عدد صحيح او نص. او حتى لو كان لوت رقم عشري. لح يكون عنده نفس الهوية. عشان نتأكد نحسن نقول هون ببرينت اي دي. اه. فاصلة اي دي بي. ونشغله. لح نشوف انه الاثنين نفس الهوية نفس الاي دي. نفس الايدنتي. تمانة تمانة ثلاثة اتنين تمانة تمانة ثلاثة اتنين. طيب. هلأ هذا بالنسبة للأوبجيكت نوع الأوبجيكت اللي يعتبر متحول. في عنا اوبجيكت بيعتبر يعني ثابت. يعني كل واحد فيه بياخد هوية خاصة. ما بيشاركها ما حدا. حتى لو كان القيمة اللي فيه متطابقة مع اوبجيكت تاني. وهالشي بنلاحظه بشكل عام بالليست اللي هو درسنا بهاليونت عليه. الليست لما نساويها حتى لو كانت متطابقة مع متغير تاني. كل متغير اللي حيكون عنده اي دي خاص فيه. لح يكون اوبجيكت منفصل عن التاني. فخلينا نحط نحن هنا ثلاثة فاصلة اربعة فاصلة خمسة. ونفسه هذا ننسكه نحطه لبيه. ونشغل الكود نشوف شو يجينا. لحتلاحظه لما سألنا انه اي مماثل لبيه. عطانا انه اي القيمة اللي داخل اي مماثلة القيمة اللي داخل بيه. طيب. لما سألنا ازا هال اي مطابقة لبيه رجعنا لا. ليش? لانه بشكل عام بالنسبة للليست اي اخد اوبجيكت خاص فيه وبيه كما صار اوبجيكت خاص فيه. على خلاف لما حطينا نص عادي او اا انتجر او فلوت لما سوينا لستة كل المتغير ارتبط باوبجيكت خاص فيه هوية خاصة فيه. فهذا ثلاثة ثلاثة ستة هذا ثمانة واحد ستة. طيب هلأ شو هم بتكون نتجاوبوا على هالسؤال? اول شي بنا نشرح الاوبجيكت شو هو? الباليو شو هو? بشكل جدا بسيط وسريع. مثلا متى ما قلت لكم الاوبجيكت يحتوي على كلاس او نوع تايب هوية وقيمة. اما بالنسبة للفاليو فهي عبارة عن قيمة ترتبط بالمتغيرات. الاوبجيكت نحسن نشير لها من خلال المتغيرات. وبالنسبة للمصطلحين نحسن نقول لهم انه في نوعين من الاوبجيكت ميوتابل واميوتابل. ميوتابل بيكون اكويفلانت وايدنتيكال. ولكن مو شرط يكون ايدنتيكال. لكن اذا كان ايدنتيكال شرط يكون اكويفلانت. يعني لسهلكم كمان الموضوع اذا انه هون بي يساوي ايه? مش هلقلنا هالكود. احي يعطينا والاتنين عندهم نفس الادرس بالميموري او نفس الهوية. والمثال بتحسن تكتبوا هالمثال تغيروا فيه. مش ما تطلع لكم هاي النون لاني ما انا او بتحسنه بشكل عام. هدا كله نشيله. هنا اناesh بدهم المثال حصرا على list دايقة. ايه بدهم المثال يكون ويكون في is. ونقل له ايه يساوي واحد باسلين باسل ثلاثة. يفضل ان Nosy قايرا لانه هي مكتوبة بالكتاب. اتوقع. بس تقايره القيمة يعني. بي تلاتة. return A is B. يعطينا فولس. ابتحسن تحطول اتنين اس بي يعطينا فولس. ولكن اي مماثلة بي يعطينا ترو. واذا بتكون تشرحوا اكتر تحسن كمان تحطوا مثال عن الميوتابل اوبجيك ازل كون تشرحوا عنه مشان يطول الديسكاشين تبع كون. الان بالنسبة للقسم الثاني واللي هو بنا نشرح العلاقة بين الوبجيك والريفرينس والالياز. كمان بنا نحط مثال بالليست. الوبجيكت نحن عرفنا شو هو. اي يساوي اربعة باصل ثمانية باصل ستعاش. بي يساوي اي. طيب هلأ اول شي بي الان يعتبر للاي. بي عم يشير للاي. عم يرجع للاي. فهذا بيعتبر نحط هنا بي نحن عم نربط هذا المتغير بالابجيكت الاساسي اللي اجا مع اي. فبي بيعتبر للاي. ازا بتشوفوا شو معنى يعني يشير الى يعني راجع للا. فبي راجع للاي. فهذا الريفرينس بشكل عام. الالياز لما يكون عنده اكتر من ريفرينس. نحن هون عنا هالوبجيكت اللي هون كله بنحسن نرجع له بالمتغير اي. بنحسن نرجع له بالمتغير بي. ازا انا اي يساوي بيعطينا هالوبجيكت كله اللي هو اربعة فاصلة تمانية فاصلة ستعاش. هالوبجيكت متصل فيه قيمة متصل فيه نوع متصل فيه متغير. ولكن حاليا لما كتبنا بي يساوي اي صار هالوبجيكت متصل فيه قيمة ومتصل فيه نوع متصل فيه متغيرين. فبس الوبجيكت بيشير لاله اكتر من متغير واحد بيعتبر الياز. طيب نزبنا نحط مثال هلا. يساوي اربعة لنا باصلة ثمانية باصلة ستعاش بي يساوي اي. هلا ازا نحن نقل له ريتورن بي بنقول له هون برينت تست. رح يعطينا نفس قيمة اي. طيب نحن هوا بعد ما كتبنا هالح نكتب بي ونضيف اربعة عشرين. وهو حنقل له هون ريتورن اي. تمام? نحن غيرنا على البي ما غيرنا على الاي. لكن لحنلاحص انه اي كمان نضف له الاربعة وعشرين. ليش? لانه الاتنين صاروا يشيروا لأوبجيكت واحد. ولهالوبجيكت اللي عم يتعدل عليه? هيتعدل على كل شي عم يشير له. فهذا بشكل عام الياس. ازا بدنا مثلا هلا هي ما دخلها بالدرس. لكن ازا بدنا مثلا نفصلهن عن بعض. اللي بي عنده اوبجيكت خاص في انه هلا لو لو نحنا كتبنا هون. اي دي اي. خاص ل اي دي بي. سيعطينا نفس ال اي دي نفس الهوية نفس الابجيكت موجود بالممري خمسة اتنين ثمانية خمسة اتنين ثمانية. فازا بدنا نحن نفصلهن عن بعض بشكل عام. هاي ما دخلها بالدرس. مو مطلوبة منها. لكن معلومة. نحسن نحط متغير جديد. ونربطه بواحد من هدول. سي اربع عشرين. نقول له هون ريتورن سي. بيعطينا الاربع عشرين. ولكن ازا لنا هون ريتورن اي. ما لح يعطينا الاربع عشرين. لانه ليش? سي خلص تعرف ب اوبجيكت خاص ومنفصل عن اي. المهم ما علينا. فهون احنا عرفناهم كل واحدة عبارة عن شو? العلاقة بيناتهم انه الابجيكت اللي حسن نشير له متغير بيعتبر ريفرنس لاله. اي اوبجيكت بيكون عنده اكتر من ريفرنس واحد. بيعتبر واليز. واليز بشكل عام بنعتبر انه بنحسن ندخل على اوبجيكت محدد بالميموري ده تمحدد بالميموري ونعدل عليه وبالتغيير عليه بنحسن نعدل على كل شي مرتبط فيه. هلأ اخر قسم عنا يا بالديسكشن هو بدنا نساوي مثال بدنا نكتب فانكشن دالي كود بتعدل لستة جايت لها كارجومنت. بيستقبل لستة كارجومنت وبيعدل عليها. بعد ما نكتب هالكود بدنا نشرح كام يعمل هالكود بتخدام مصطلحات الارجومنت بارامتر والاوبجيكت والريفرنس. صراحة شي جدا بسيط. طيب اول شي بدنا نساوي الدالة. نكتب ديف. نسميها موديفاي. ونحط جوات البرامتر. هنخليه ايه? او خليه نسميه مو ايه? نحط الاستي. كاختصال للست انه. وبنحسن نحط لست. لست مستخدم بالبيتون. وجواته بدنا نعدل على اللستة اللي هيستقبلها هو. فبنحط يعني بدنا نضيف عنصر زيادة على اللستة اللي هتجي. ونحط مثلا تماما وتمانين. تمام? خلص الكود. يب خلص الكود. هلا شو بدنا نعمل نحنا? بدنا نحط ايه يساوي. ساوي اللستة. خمسة وخمسين فاصل ستة وستين فاصل سبعة وسبعين. ونحط هون النادي الدالة اللي تبعنا. موريفاي. موريفاي. ايه? بعد ايه? ايه? هلا ازا شغلناها? نحنلاقي انه اضاف لتمانا وتمانين على الدالة. طيب هذا بالنسبة للكود. لا تنسوا تعدلوا على هالكود او تساوي شيء من عندكم شا ما يطلع متطابق. المهم هلا بالنسبة للشرح. اول شيء ساوينا دالة اسمها موريفاي. تتكون من الست كفرامتر. استقبل ايه كارجومنت مثل ايه? ثم بتعدل عليها باستخدام الريفرنس اللي حطينه نحنا الست بيكون ريفرنس لايه? وبتضيف عليه تمانا وتمانين تطبع ايه? هلا هذا هو الشرح. لكن اختصارا ازا بدي حط لكم كل واحدة شو هو? هاي هي الدالة. هدا هو البرامتر والريفرنس. هدا هو الارجومنت اللي بيحتوي على الليستة. لما نحط مودفاي ايه? الليستة هاي تجي هون بدل الست. فيوم نعدل على الست كأنه انا عم نعدل على ايه? وبالاخير تطبع عنا ايه? نشاطة تكون وضحطي الفكرة عم نحاول قدر الامكان. طيب وهيك بكم وخلصنا الديسكشن. هلا بننتقل نحن للجورنال. طيب الان بالنسبة للجورنال يونت السادس. فيه ثلاث اقصام. القسم الاول مكتوب بدنا نكتب كود ونساوي عليه عدة عمليات ونطبع الناتج. فاول شي مطلوب بدنا نساوي نص طويل مكون من عدة تليمات مفصولة فراخ. والنص يمكن يكون اسماء اكل حيوانات اي اشي. طيب. اول شي بنعرف الكلام نحط وورد او ماي. طيب. نحن نحط نحن حيوانات. كات ماوس شيب بيرد دوغ اليفانت. تايجر. لايون. رات. دير. بير. طيب. هذا الخطوة الاولى. نسجل هون شا ما ننسى. خطوة الثانية هلا مطلوب منها نحول النص اللي كتبناه للست. هذا كله يتحول لعبارة عن مجموعة كلمات. باستعمال. طيب هاي صراحة جدا سهلة. كل اللي بنسيق انه بدان بدنا نحوله للست. بدنا نعرفه بمتغير جديد. turn it into list. مثلا بنسمي المتغير الجديد. يساوي. ونحط اللي ساويناه المتغير الاول. خلاص. انتهى. هيك نحن حولنا للستة. ازا كتبنا print my list. لحتلاحظوا انه حولها. كل كلمة حولها للست واضح من هدول اللي على الاطراف. يعني الى الان احنا ماشيين صح. مكتوب بدنا نمسح ثلاثة كلمات من اللست. كل كلمة بدنا نمسحها بطريقة مختلفة. يعني بعملية مختلفة. طيب. حاطن. اول طريقة بنحسن استعمالها هي remove. بشكل عم نقول my list dot remove. هاي بنستعمالها ازا مسلا بدنا كلمة محددة ننطقيها. مسلا هولا هنحط بير. خلاص هو اول ما يتيجي على بيرد لحيشيلها من الليست. هاي حددنا الكلمة. تمام? الحركة التانية my list dot hope. هلأ هون ما لح نحسن نحط الكلمة. بدنا نحط الاندكس تبعه. يعني رقمها بالجملة. تذكروا انه الليستة او الارقام بشكل عام بالبيتون بتبلش من الصفر. فازحطينا واحد هون. لحيشيل ماوس. هي رقم واحد. انه صفر واحد. طيب تالت شي اللي هو دل دليت. هاي حلواتها بنحسن نتعامل معها بالسلايسيز اللي اخدنا بالليونيت الكامس. كنا نتعامل مع او النصوص بالسلايسيز. بتقول له مثلا امشي من اول حرف لثالت حرف وكذا. فبنحط my list. نقلونا ان نمسح تلات كلمات. فحنستعملها هاي بس هنمسح كلمة. نحسن مسلا نحط صفر ويمسح كات بس اللي هي بداية صفر. لكن احنا لح نقول له يمسح كات لكن بهالطريقة. نبلش. فاذا ما حطينا شي بالاول يعني هيبلش من الصفر. والرقم التاني ما لح يمسحه وحيوقف عنده. فالحيمسح هو صفر. يعني مسلا ازا قلت له انا امسح من واحد. لستة. ستة ما لح تمسح. بس واحد اتنين ثلاثة اربعة خمسة كلهم لحيمسهم. فهلا نحنا بنكتب print my list. لنتأكد انه كل شي تمام. الكات راحة. استعملناها بالديليت. الماوس راح اللي استعملناها بالبوب. والبيرد راحة اللي استعملناها بالريموف. تمام. شغلنا لهون كله ظابط. طيب شو مطلوب منا هلأ كمان? مطلوب بدنا نعمل للليست. يعني نرتبها من الصغير لكبير. طيب هي كمان موضوع جدا سهل. عبارة عن كلمة واحدة رمز واحد بيعدلها. اللي هو هلأ نكتب صورت ليست. واللي هو دوت صورت. خاصين. هيك نحنا رتبنا الليست بهذا الامر. دي عملنا ببرينت. دي حيرتبها. اي بي سي دي رتبها ابجديا. حلو. طير. شو كمان مكتوب. بدنا نضيف ثلاث كلمات على الليست. كل كلمة باستعمال طريقة مختلفة. هو ثلاث كلمات او اكتر. بس احنا هنستعمل ثلاثة. ادينج وورد. اول طريقة بنحسن نعملها اللي استعملناها بالديسكاشن اللي هو ابنت. ماي ليست دوت ابنت. الاقواس التبعة بتكون هيك لا تنسوا. هاي لح تضيف اخر الليستة الكلمة اللي حنحطهم. مثلا نشوف في واحد ما حطنا فش. هي طريقة. طريقة الثاني نعمل اكستيند. نحسن نجمع لستة مع لستة تاني من خلال الاكستيند. مثلا ماي لست دوت اكستيند ونحط انت. تمام. واخر طريقة نحسن نحط insert. دوت انسرت. طب هلأ هاي بتتكون من موضوعين بارامترين. الاول يكون انه وين بدنا نحنا نضيف الكلمة والتاني بيكون شو الكلمة او العنصر اللي بننضيفه. فنحنا ازا بنقوله بنحطه بالبداية. وبدنا نقوله العنصر اللي بننضيفه. خصه الاسمع عند ايغل. اوكي. طيب هلأ ناخد هاي اللي ماشي معنا طول الكود. ناخده معنا نحط print. عطانا خطأ. تعرفوا ليش? لانه هاي نسيت الاقواص. المهم حطلنا باول الليست الايغل. وبعدين اضافنا الفش والانت بالاخير. ثو كمان مطلوب مننا اخر شي. بدنا نجمع الليستة نرجع نحولها لكلمات لنص عادي. ومن ثم اخر شي نطبع. فمتل ما نحنا حولناها بالاول حولنا النص لليستة. هلا بدنا نرجع نحول الليستة لنص. تحديدا هون مطلوب منها بنستعمل جوين. هلا نحنا متل ما هو شي سوينا متغير جديد مشان ننقل عليه الليست. هلا ننسى متغير جديد مشان ننقل عليه الكلمات. نحولها للنص. ولكن خلينا نقول يساوي. الان المفروض يكون عنا متغير زيادة هالمرة. هالمتغير لح يستعمل كفواصل بين الكلمات. شلون يعني? طب خلينا من هلا نساوي. نسميه اي? يساوي نص. اي اي شي. المهم بدنا نستعمل هالمتغير مشان نستعمل جوين. انه جوين بده متغير وبده بارامتر. فنحط اي دوت جوين. وبين الاقواص البرامتر هو لح يكون الليستة تبعنا. طيب. هلا هو هون شو لح يعمل? لح يستعمل الاي? ليفصل فيها الكلمات اللي باللست. فلما حطينا نص فاضي هون ما فيه اي شي. ناخد الطباعة تبعنا البرينت ليست. وان راحة. اختفت. نحط هون برينت برينت فاينال. لح اللاحظ هون انه حولنا نص ان شاء الله من الليست حولنا نص ولكن كلمات كلها متصلة ببعض. ازا حطينا هون مسافة شغلنا البرنامج لح يحطنا مسافة بين كل كلمة وكلمة. ازا حطينا هون مسافة قبله ومسافة بعده. راح يحط ايجل ان بير ان دير ان دوغ فنحنا بشكل عام راح نحط بس مسافة واحدة. طيب وهلا هاي اللي طبعاها البرينت بالاخير نحطه هون. برينت فاينال ريزولت برينت فاينال. ايك بكون خلصنا الفارت الاول من الجورنال. سوينا نص من الكلمات. بعدين حولناها لليست. بعدين مسحنا ثلاث كلمات من الليست. رتبنا الليست. بعدين اضفنا على ثلاث كلمات. بعدين اخر شي حولنا الليست نص باستخدام جوين. واخر شي طبعا النص. البارت التاني بده يعني نحط مثال لكل واحدة من هدول. في الطرب. والتأسيم. وزائد يساوي. والفلتر. اخر شي نكتب المفروض تكون شغالة بس تعطينا ناتج غلط. طيب نحنا رأنا اخدهم واحدة واحدة. اول شي. في كل عام هي عبارة عن داخل 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 هاي نفس الشي داخل 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 طانية فيها عشرة عشرة فاصلة خمستاش فاصلة عشرين وبعدين نكمل هون اربعة فاصلة خمسة طيب هاي لحالة بتعتبر عنصر واحد فالليستة مكونة من واحد اتنين ثلاثة اربعة خمسة ستة ستة عناصر طيب هون بنقول له او تعفو كلينا اول شي نعملها كدلات تمام عشان يصل علينا نست بعدين بنقول لهون return ايه هون بنقول له print ايه هلا ايه خلصنا نست عبارة عن لستة ذاك اللستة ثاني بنستعمل الضرب بنحطهن بنقول له هون بي يساوي كمان لستة واحد فاصلة اتنين فاصلة ثلاثة فاصلة اربعة فاصلة خمسة في خمسة حالسين return بي يعني هاي اللستة لحي تكررها خمس مرة تمام فلا خلينا ما نحطه ارقام شان تكون واضحة نقول hello there هاي لحي تكررها خمس مرات خليه تكررها ثلاثة خمسة كتير print بي طيب خلينا هلا نتاكد ضابطين اوكي نحنا حطينا print ايه نحنا اوكي نست نعمل هون print مولتي بلاي اوكي المعزيرة هلا تزبط اول شي طبعا نستة وتاني شي عادلنا هاللستة الوحدة تتمرات جواة الثالث شي مكتوب نفس اللي اخدناها باليونت السابق اللي كان عن الكلمات هلو بنسيب الليستة ايه او سي يساويش نفرق بيناتهم عشرة عشرين تلاتين اربعين خمسين ستين ايه يساوي بنقول له من البداية لحتى ثلاثين او لحتى اربعين تماما صفر واحد اتنين ثلاثة اربعة نتذكر هو بيطبع اول شي اول عنصر بس اللي بيوصل الرقم الثاني اللي هون لازم نسبوه برقم زيادة اللي يطبعه حطينا هون ثلاثة ما لح يطبع اربعين لح يطبع ثلاثين فاذا بدنا يطبع اربعين لازم هي نزيدها واحد نحطه اربعة نعطيه مثال تاني طبعا نحط سي هون نعطيه مثال تاني بي يساوي سي مسلا يطبع لنا خلينا نضيف عليها كمان سبعين تمانين تسعين مسلا يطبع لنا من الكمسين للتسعين فصفر واحد اتنين ثلاثة اربعة يطبع من الاربعة للنهاية اربعة للنهاية واخيرا اي فاصلة بي حلو هلأ اللي بعدها مطلوب منها الزائد يساوي طيب هاي بده شكله ديف بلاص طيب هون نحنا هنستعمل متغيرين المتغير الاول اللي هو نفسه الليستة يكون واحد فاصلة اتنين فاصلة ثلاثة فاصلة اربعة فاصلة خمسة والمتغير التاني اللي احنا استعمل الليستة فاضية تمام خليها فاضية وهون اللي حنقول له لكل عنصر موجود باي وعرفنا متغير جديد طريقنا اللي هو بدنا نضيف عليه زائد يساوي اتنين يعني لكل عنصر موجود باي بدنا زيد عليه اتنين تمام والناتج من كل رقم بدنا نضيف لليستة بي ابنت اد فبنقول له الناتج من اد اللي هو كل رقم حياخده عنصر اضيف عليه اتنين اضيفه بليستة بي طيب حلو هيا احنا ما حطينا بريند هنحط بريند سلاي ونحط له بريند بلس حلو هلا لو تلاحظوا الواحد ضاف عليها اتنين وبعدين حطه بالبي اللي هي اللي ساويناها بعدين الاتنين اضاف عليها اتنين صارت اربعة وحطه بالبي وكذا حلو كل شي شغال له هلا مطلوب منا كمان فلتر هلا هالفلتر اللي حنساوي فكرته نفس فكرة دالة بلس اللي ساويناها وورد نسميها كلمات يساوي لستة كلمات نقول فيها او مو لستة كلمات كلنا نساوي لستة درجات تمام نقول اخدنا بالمادة الاولى نحن ايه ثم اخدنا بالمادة التانية ايه اخدنا بالمادة التالتة بي واخدنا بالمادة الرابعة اف والخامسة اخدناها كمان اف والسادسة كمان اخدناها اف وانشان رفع عتب اخدنا اخر واحدة ابلس حلو تمام هاي درجاتنا بنساوي متغير جديد بدنا نستسني من هلشتها اشياء والاشياء المستسنات ما نطبعها بالمتغير الجديد يعني في اشياء بالهالستة بدنا نشيلهم نفلترهم والباقي نطبعه بالاستة جديدة فالاستة الجديدة حنسميها عشان نفرق بيناتهم ونخليها فاضية. الان نفس الطريقة اللي قبلها لحنقول لكل عنصر جوات وحطينا متغير جديد لا يساوي اوبس دقيقة. لا يساوي اف جريد دوت ابنت اد يعني شو ساوينا هلأ نحنا? عزانو خربطنا شويتين دقيقة. حلو. هلأ شو ساوينا نحنا? نقنا له اي عنصر موجود جوات لا يساوي الاف ما بدنا الافات ما بدنا تضيح. فاي شي اف هون جايبين فيه العيد تشيلو. ما بدنا ايهب درجاتنا. واللي مو اف لحيطبعه باللاستة الجديدة اللي ساويناها. فكرة جدا بسيطة. نحط هون print. طيب شو اخر شي مطلوب منا? بدنا نساوي اه اوبرايشن او فانكشن. المفروض يكون شغال بس بيعطينا شي غلط شي مو متوقعينا. طيب. رونج. فانكشن. ديف. ديف. فولت. طيب. بنقول ايه يساوي شي جدا بسيط اي شي مفروض انه ما كنتم متوقعو خربوا بالبرنامج. ايه يساوي واحد فاصل اثنين فاصل ثلاثة فاصلين. اربعة. بنقول ايه يساوي ايه دوت انسرت. نقول اضيف مكان الاول خمسة. ونقول ايه نحنا اللي فوق نسينا نحط يا جماعة. ما بنقول ايه ريتورن. هون هلو برينت. طب هاد الدالة المفروض انه يعطينا ايه مضف لها خمسة. بس ما لاح يعطينا شي. طيب هلا نفضي هون نجربهم كلهم. اول شي النيست طبعه صح. المولتيبلاي ضربه بثلاثة عادلنا الجملة لجوات الليستة ثلاث مرات جوات الليستة. السلاي طبعنا من اول شي للاربعين ثم طبعنا من كمسين للتسعين. البلاس اضاف اتنين لكل رقم باللستة ثم طبعنا ياه بلستة لحالة. والفلت. شال الافات عندنا من الدرجات. طبع بس الاي اي بي والاي بلاس. واخر شيء المفروض يعطينا ريتورن ايه بس ما عطينا ايه عطينا نون. بايك نحنا بنكون حطينا كل الامثلة المطلوبة منا رجاء ثم رجاء لحدة ينسخ النسخ لحدة يعمل نسخ لصق على طول انه هاي حيصير فيها مشاكل حيصير فيها سرقة ادبية لح تتورطوا لح تتورطوا غيركم. فمن الاخر اخدوها كفكرة عدلوا عليها واشتغلوا من حالكم. اخر شيء بالجورنال هلأ مطلوب منكم متل ما حكينا عن المرة الماضية هلأ بنا نحكي عن نقول شو شعورك من التقييمات اللي ايجيتك. شو شعور طلاب زملائك من التقييمات اللي انت عطيتهم اياها. فهذا شيء راجع لكم طبعا. وهيك بكون خلصنا والجورنال اليونت السادس ان شاء الله يكون نفيدكم بشيء يعطيكم العافية والسلام عليكم. اشتركوا في القناة